السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوا معي على النبي الكريم وحياكم الله في الدرس الأخير من دروس هذا الفصل درس احتمالات الحوادث المتنافية سنختم به بإذن الله تعالى فصلنا الجميل فصل الاحتمالات مرنا يعني على تدائم بتبثيل فضاء العينة ومعرفتنا لتعريف الحادثة ومبدأ العد الأساسي ثم أخذنا مبادئ العد المختلفة مثل مبدأ التباديل مبدأ المضروب مبدأ التوافيق مبدأ التباديل مع التكرار والتباديل الدائري ثم بعد ذلك عرضنا على الاحتمالات الهندسية وأخذنا في الدرس السابق الحوادث المركبة بدأنا بالحادثتين المستقلتين وغير المستقلتين وانتهينا باحتمال الحوادث المشروطة وفي درس اليوم نختم هذه الوحدة بموضوع احتمالات الحوادث المتنافية وهي من الحوادث المركبة أيضا ولكن الربط يختلف ما بين الحادثين يختلف عن الدرس السابق في الحوادث المستقلة راح نشوف بإذن الله تعالى الفروقات بين هذا الدرس والدرس السابق من خلال حلنا للمسائل المختلفة يعني في هذا الموضوع نتمنى لكم دائما وأبدا متابعة طيبة ندعونا نتعرف ابتداء على محاور هذا الدرس نبدأ بأول شيء راح ناخذ إن شاء الله في هذا الدرس وهو تحديد الحوادث المتنافية مثل ما سوينا في الدرس السابق إن نحددنا الحوادث المستقلة وغير المستقلة راح نحدد الحوادث المتنافية وغير المتنافية بعد ذلك سنتكلم عن احتمال الحوادث المتنافية كيف نحسبها ثم الأحداث الغير المتنافية كيف نحسب احتمالها ثم نختم بالحادثة المتممة وتحديد قوانين الاحتمال واستعمالها يعني بناخذ مثال كذا نطبق فيه كل قوانين الاحتمالات اللي تعلمناها في الدروس السابقة من خلال هذا المثال خلونا نشوف هذا المثال إذا تذكرون استاذ الكيميا الذي يرغب باختيار اسم طالب لكن هنا يمكن استاذ مختلف هذا يريد أيضا وضع أسماء الطلاب في صندوق ووضع طبعا أسماء الطلاب في الصف الأول الثانوي في الصف الثاني والثالث الثانوي بهذا الشكل ويريد اختيار طالب ليترشح ليكون مسؤول أنشطة يرغب صالح أن يكون المسؤول من الصف الثاني ثانوي أو شوف وعدات الربط الجديدة اليوم اللي طلعت معنا أو الثالث ثانوي إذن صالح يرغب أن يكون المسؤول أما من الصف الثاني ثانوي أو من الصف الثالث الثانوي في حين يرغب سلمان في أن يكون المسؤول من الصف الأول الثانوي أو أن يكون طالباً يبدأ اسمه بحرف الميم أن يكون طالباً يبدأ اسمه بحرف الميم فبالتالي هنا نلاحظ أنه عندي أشكال مختلفة من الحوادث فبالتالي سنرى الآن ما هو الربط أو كيف نحكم على الحادثة اللي هي أن يكون الطالب في الصف الثاني ثانوي أو الثالث ثانوي والحادثة اللي يكون فيها طالب في الصف الثالث الأول ثانوي أو يكون اسمه يبدأ بحرف المي الحوادث المتنافية طبعاً لقد اختبرت في درس ثلاثة أربعة احتمالات تتضمن تقاطع حادثتين أو أكثر اللي هو كانت احتمالات الحوادث المستقلة وغير المستقلة ورمزنا للتقاطع بهذا الرمز سنختبر في هذا الدرس حالات تتضمن اتحاد حادثتين إذن نحن خلصنا من الحادثتين هذا في الدرس السابق أو في الدرس اللي هو سبعة أربعة وبالتالي هنا سنأخذ في الدرس سبعة خمسة اللي هو الحادثة التي تدل على اتحاد مجموعتين أو أكثر من خلال معرفتي هل الحادثتين متنافيتين أو غير متنافيتين وبالتالي أنا يجب أن أعرف هل وقوع الحادثتين ممكن في الوقت نفسه وهنا نقول أنهما متنافيتان ومعناه أن لا توجد نواتج مشتركة فيما بينهما فإذا كان عندي وقوع الحادثة الأولى يمنع وقوع الحادثة الثانية وقوع الحادثة الأولى يمنع وقوع الحادثة الثانية فهنا نقول أن الحادثتين متنافيتان أي أن الأولى لا يمكنها تقع مع الثانية فهنا الحادثتين متنافيتان أما إن أمكن أن يقعا في نفس الوقت فهنا نقول أن الحادثتين غير متنافيتين إذا كان بإمكاننا أن الحادثتين يقعان في نفس الوقت فهنا سنقول أن الحادثتين غير متنافيتين خلونا نشوف مع بعض الآن المثال الأول اللي يطلب مني أني أحدد هل الحادثين متنافيتين أم غير متنافيتين يعني هل ممكن يقعون مع بعض أو لا يمكن أن يقعان يعني في نفس الوقت قالك ترجع المعلومات الواردة في فقرة لماذا فقرة A يقول لك أن يكون المسؤول من الصف الثاني ثانوي أو أن يكون من الصف الثالث ثانوي هل ممكن أني أجد طالب أو طالبة في المدرسة يكون في الصف الثاني ثانوي وفي الصف الثالث ثانوي في نفس الوقت هل ممكن أن الطالب يكون في الصف الثاني وفي نفس الوقت يكون في الصف الثالث هل ممكن أن الحادثتين يقعان في نفس الوقت طبعا لا الطالب إما أن يكون في الصف الأول الثانوي أو يكون في الصف الثاني ثانوي أو يكون في الصف الثالث الثانوي فهنا نقول أن الحادثتين متنافيتين أي وجود أحدهما يمنع وجود الأخرى وجود أحدهما يمنع وجود الأخرى فهنا نقول أن الحادثتان متنافيتان الحادثتان متنافيتان وبالتالي سبب لأن لا يمكن أن يكون الطالب في مرحلتين مختلفتين يعني يا صف ثاني يا صف ثالث بي المسؤول طالب من الصف الأول الثانوي هذه الحادثة الأولى أو طالب يبدأ أسمه بحرف الميم فهنا لو لاحظنا أن طلاب الصف الثانوي مثلا فيهم واحد اسمه أحمد واحد اسمه أنس واحد اسمه يعني أسعد أي اسم من هذه الأسمة بحرف الباء بدر يعني بندر أي اسم بحرف يعني كل الحرف موجودة وميم في محمد ومهند وماجد يعني كل الأسماء موجودة فبالتالي وجود الطالب في الصف الأول الثانوي لا ينفي أن يكون اسمه بحرف الميم أي أنني سأجد بعض الطلاب في الصف الأول الثانوي اسمهم يبدأ بحرف الميم وبالتالي هنا نقول أن الحادثتين متنافيتين أو غير متنافيتين هنا نقول أن الحادثتين غير متنافيتين لأن يمكن وجود طالب في الصف أو طالبة في الصف الأول واسمه يبدأ بحرف ميم يعني بهذه الصورة نشوف تحقق من فهمك قالك حدد إذا كانت الحادثتين متنافيتين أم غير متنافيتين نفس السؤال قالك اختيار عدد من الأعداد واحد إلى مئة عشوائيا والحصول على عدد يقبل القسمة على خمسة أو عدد يقبل القسمة إذن عندي عدد يقبل القسمة على خمسة أو عدد يقبل القسمة على عشرة هل عندي أعداد تقبل القسمة على خمسة وتقبل القسمة على عشرة في نفس الوقت إيه عندك العشرة والعشرين والثلاثين هذه كلها أعداد لمضاعفات العشرة تقبل القسمة على خمسة وتقبل القسمة على عشرة مع أنه في عندي أعداد زي الـ 15 مثلاً والـ 25 هذه تقبل القسمة على 5 ولا تقبل القسمة على 10 لكن أنا ما يهمني لو لقيت فقط حالة وحدة فيها أن العدد يقبل القسمة على 5 ويقبل القسمة على 10 في نفس الوقت صارت الحادثتان غير متنافيتين أي أن وجود أحدهما لا يمنع وجود الأخرى ولو وجدت حالة واحدة يعني زي ما تقول كذا ندور الخطأ عليها بس ندور أي وحدة يعني خلاص تصير الحادثتان غير متنافيتين فنقول هنا الحادثتان غير متنافيتين والسبب مثلاً نقول لأن مثلاً العدد نختار واحد بس يكفينا 30 يقبل القسمة طبعاً ممكن تختار غير الثلاثين لكن نقول لأن العدد الثلاثين يقبل القسمة على 5 و 10 في نفس الوقت نقول على سبيل المثال مثلاً لأنه ليس هو العدد الوحيد وأنه نقول على سبيل المثال لأنه في عندي أعداد كثيرة زي ما قلنا كلها تقبل القسمة على 5 و 10 في نفس الوقت واحد بي الحصول على المجموع 6 هذه حادثة أو المجموع 7 عند رمي مكعبين مرقمين متمايزين مرة واحدة احنا لما نرمي مكعبين متمايزين مرة واحدة قلنا بيطلع معنا 36 خيار تذكرون ذكرناها في الدرس الماضي وهذه حالة بتتكرر معنا يعني اللي هي إلى 1 و 6 وبعدين 2 و 1 وهكذا إلى 2 و 6 يعني تكلمنا عنها هذه في الدرس السابق ويطلع لي 36 خيار طيب هل ممكن واحد من الخيارات الآن مثلاً وليكن هذا الخيار على سبيل المثال اللي ما أدري أيه بالضبط يكون المجموع فيه 6 و 7 في نفس الوقت يكون المجموع اللي فيه 6 و 7 في نفس الوقت لا المجموع يا يصير 6 يا يصير 7 لا يمكن أن يكون المجموع 6 و 7 في نفس الوقت فبالتالي هنا نقول الحادثتان متنافيتان يعني لا يمكن لأنه لا يمكن أن يكون المجموع 6 و 7 في نفس الوقت فعندي بعض من الخيارات هذه يكون مجموعها 6 و بعض من الخيارات يكون مجموعها 7 فأنا من يعارف بالضبط وين الخيار يعني لا يوجد عندي منها الخيارات هذه المختلفة واحد يكون مجموعها 6 و 7 في نفس الوقت يعني هل فيه عددين تجمعهم ويطلع لك ناتج 6 و 7 كذا مع بعض لا يطلع لك 6 وتجمع يطلع لك 7 لا يمكن أن يطلع الناتجين مع بعضهم البعض خلونا نشوف كيف نحسب احتمال الحوادث المتنافية مثل ما شفنا كيف نحسب احتمال الحوادث المستقلة نشوف كيف نحسب احتمال الحوادث المتنافية احدى طرق ايجاد وقوع حادثتين متنافيتين هو اختبار فضاء العينة لهما فمثلا لما نجي الحين نتكلم عن احتمال ظهور العدد 3 او شوف دائما الرابط هنا عندنا هو او ظهور العدد 4 عند رمي مكعب رقم سترى من اشكال فين انه يوجد ناتجان يحققان الثلاثة والاربعة اللي هما الثلاثة والاربعة اللي ما في غيرهم فبالتالي لما نقول لك ما احتمال ان يظهر لك ثلاثة او اربعة فنلاحظ ان هذا بيعطيني ثلاثة اتحاد الاربعة فانت بتقول عندك عنصرين من اصل الستة فكلمة او دائما تدل ان وقوع واحد منهم يكفيني فوقوع الثلاثة يكفي ووقوع الاربعة يكفي ولو وقعوا كلهم ما عندي اي مشكلة فبالتالي حيكون هنا اثنين من اصل كام اثنين من اصل ستة واختصارا واحد نقول انه عبارة عن واحد على ثلاثة طيب لما نجي نحلل الان ان احتمال ظهور العدد الثلاثة او اتحاد الاربعة هو عبارة عن ثلث الثلث هي عبارة عن سدس زائد سدس السدس هي احتمال ظهور الثلاثة والسدس الثانية هي احتمال ظهور الاربعة فيكون سدس زائد سدس يساوي كم؟ يساوي الثلث وبالتالي سيكون دائما في احتمال الحوادث المتنافية سوف نجمع الاحتمالين على الأكس من الحوادث المستقلة فبالتالي أنا لما أتكلم عن حوادث متنافية فأنا أتكلم عن جمع الاحتمالات وقاعد أتكلم عن حرف الواو في الربط حرف الواو تذكرون في الدرس السابق ذكرنا أن حرف الواو مرتبط بالتقاطع مرتبط بالضرب فأحنا عندنا هنا حرف الأو مرتبط بالاتحاد ومرتبط بعملية الجمع فدائما نربط في دراستنا للاحتمالات بين هذه العناصر سجلوها لأنها لا موجودة في الكتاب دائما عندنا علامة الربط هذه لا بد أن يكون مستحضرين أدوات الربط المختلفة نشوف الآن القانون طبعا قال لك احتمال أن اي اتحاد البي يساوي احتمال الاي زائدا احتمال البي بشرط أن تكون الحادثتين متنافيتين الحادثتين متنافيتين بهذه الصورة قلونا نشوف المثال مثال اثنين الحوادث المتنافية اختار موسى كتابا من الكتب الموجودة في مكتبته المبينة في الجدول المجاور بشكل أشوائي محتمل أن يكون الكتاب دينيا هذه حادثة أو فيزيائيا فأنا هل ممكن أن يكون الكتاب ديني وفيزيائي في نفس الوقت؟ هل يمكن أن يكون الكتاب ديني وفيزيائي في نفس الوقت؟ لا لأن الكتب مصنفة عندي يا كتب دينية يا كتب فيزيائية يا كتب كيميائية ما عندي كتب فيها دين وفيزيائي في نفس الوقت؟ فبالتالي الكتاب أما أن يكون كتاب ديني أو كتاب فيزيائي بهذا الشكل فبالتالي هنا نقول أن الحادثتين أنهم متنافيتين ولا غير متنافيتين؟ نقول أن الحادثتان متنافيتان حادثتان متنافيتان بهذا الشكل فمثلا لو حبيت تحسب احتمالها الآن فنقول احتمال مثلا الكتاب الديني مثلا نسميه R من كلمة religion والفيزيائي مثلا P مثلا من كلمة physics مثلا فبالتالي نقول احتمال أن يطلع لك R أو شوفوا كلمة أو مع الاتحاد فيزيائي بهذا الشكل فهو احتمال الر زائدا احتمال الP بهذه الصورة فهذه هي الP عشان ما اللي أخبطوا خليها F واش رايكم؟ خليها F عشان يعني الP مع الP خليها F الفيزيائي مثلا بهذه الصورة خليها F وهذه R على سبيل المثال وهنا هتكون هذه الF أيضا بهذا الشكل وبالتالي الآن بشوف كم عندي أنا كتاب في الأصل أو في المجموع كم عندي كتاب؟ عندك 12 و13 هذي 25 و10 هذي 35 كتاب أنت عندك صح ولا لا؟ احتمالا يكون الكتاب ديني هو 10 من أصل 35 زائدا احتمالا يكون الكتاب فيزيائي 12 من أصل 35 لما نأجي أجمع الكسرين لاحظ المقام موحد على 35 وبالتالي 10 زائد 12 بيكون 22 من أصل 35 وكذا أكون أنا حسبت الاحتمال بأبسط صورة فقط أنك تجمع الاحتمالين مع بعضهم البعض دائما كلمة أو تعني إيش؟ تعني الجمع دائما كلمة أو تعني أني أجمع الاحتمالين بينما حرف الواو دائما يعني الضرب مثل ما إحنا شفنا في الحوادث المستقلة وغير المستقلة نشوف تحقق من فهمك 2A إذا رمي مكعبان مرقمان متمايزان إذا نفس السؤال المعتاد اللي هو 1 و1 و1 و2 أنا بس عشان خلاص هذا المثال يستمر المعنى كثير 1 و6 آخر شيء وبعدين 2 و1 و2 وهكذا حتى 2 و6 وإلى 6 و1 إلى 6 و6 36 خيار ممكن مثل ما إحنا قلنا عندنا 36 عنصر من عناصر فضاء العينة قال لك محتمال أن يظهر العدد نفسه على الوجهين الظاهرين شوفوا معاي أن يظهر العدد نفسه على كل من وجهي المكعبين أو اللي هي بنجمع أن يكون العددين مجموعهم تسعة سؤال لو كان عندي العددين هم نفسهم الآن فبالتالي بقول ليش أبقول أن يطلع لي العددين نفسهم يعني النواتج هنا ممكن تطلع نسميها حادثة A مثلا يا يطلع لك 1 و1 يا 2 و2 يا 3 و3 يا 4 و4 يا 5 و5 هذه اللي هيكون لها نفس الوجه الظاهر والحادثة B اللي يكون المجموع فيها تسعة قلنا فيها أربعة عناصر فيها أربعة عناصر ونكتبها اللي هي العناصر البي ستكون أربعة عناصر اللي هي عبارة عن 3 و 6 و 6 و 3 و 4 و 5 و 5 و 4 بهذه الصورة الآن لو جي تحسب الأحتمال أول شيء هل في عنصر تكرر من هالعنصرين إذا نقول هنا أن الحادثتان متنافيتان الحادثتان متنافيتان لأن ما في عندي ولا عنصر تكرر بين الحادثتين أو لا يمكنني أجد عنصر متكرر ويطلع لي تسعة لأنه إذا كان عنصر متكرر الناتج بيطلع زوجي لا يمكنني يطلع فردي فاحتمال A اتحاد البي هو احتمال A زائدا احتمال البي طيب ما هو احتمال البي كم عندي عنصر أنا مكررة فيه عندك 6 عناصر فيصير 6 من أصل 36 و 30 بعض الطلاب يتحمس يختصر لا تختصر أصبر لأننا بنجمع مع كسر ثاني وأنا مبسوط أن المقام موحد هنا فبالتالي لا نستعجل فيه اللي هو الاختصار إلا بعد ما ننتهي من أملية الحساب الآن عندك هنا في الحادثة بي كم عندي عنصر عندك 4 من أصل 36 فيصير المجموع 10 من أصل 36 بعد التبسيط ستصير 5 من أصل 18 بهذه الصورة وبالتالي يكون هذا هو ناتج الاحتمال المطلوب إذن إذا رمي مكعبين متمايزين يجب علي أني أشوف الحالات الموجودة هل في بينها تقاطع هل في بينها عنصر مكرر وإلا كل عنصر مختلف على الآخر وبالتالي أحدد هل الحادثين متنافيتين أو غير متنافيتين وأجمع الاحتمالات المطلوبة خلونا نشوف 2B إذا ربح طالب في مسابقة لقاء الشعر في احتفال المدرسة باليوم الوطني للمملكة فسيمنح جائزة إذا اختيرت عشوائيا من بين 15 محفظة 16 ساعة 14 نظارة 25 قلم 10 كرات إذن هذه كل الجوائز كم عددها نجمع 16 و 14 30 و 15 و 25 40 هذه 70 و 10 هذه 80 جائزة كلها 80 جائزة قال لك محتمال أن يمنح الفائز محفظة أو ساعة أو كرة هل في محفظة تجي على شكل ساعة ولا ساعة تجي على شكل كرة إذن هنا نقول الحوادث متنافية يعني هو ياخذ محفظة ياخذ ساعة الحوادث متنافية وبالتالي راح أقول أن الاحتمال هيكون محفظة مثلا نسميها مثلا M والساعة S والكرة K مثلا يعني سمها بأي تسميات من اختيارك وبالتالي أبأخذ احتمال ال M الحالها زائدا لأن قال لك أو أو هذه دائما معناها إيش معناها جمع K بهذه الصورة وبالتالي هيكون عندك هنا المحفظة عندك 15 من أصل 80 15 من أصل 80 والساعة عندك 16 من أصل 80 والكرة عندك 10 من أصل 80 وبالتالي الناتج يكون 41 من أصل 80 بهذا الشكل بذلك أيها الأخوة الكرام يا أنكم بحمد الله تعالى انتهينا من درسنا لهذا اليوم أخذنا فيه تحديد الحوادث المتنافية واحتمال الحوادث المتنافية ونترك بقية الموضوعات للقاء القادم خلونا نشوف بس يعني نحدد هل الحادثتين متنافيتين أو غير متنافيتين في أسئلة تأكد السؤال الأول ظهور عدد فردي أو عدد أكبر من ثلاثة طبعا ممكن يكون عدد أكبر من ثلاثة في رمي المكعب طبعا ممكن زي الخمسة مثلا فبالتالي هذول يكونون غير متنافيتين والسبب عندك أنت العدد خمسة ممكن يكون أكبر من ثلاثة ويكون عدد فردي اختيار سيارة أو حصان ممكن واحد يصير عنده سيارة أو حصان فبالتالي هذول أيضا غير متنافيتين يعني واحد عنده استطبل حصن وعنده سيارة يروح ويرجع عليها ما يمنأ هذا من هذا حصل سامي على جائزة أفضل أداء لموظفي شركة وكانت جائزة أن يختر عشوائيا من أربع بطاقات سفر ست كتب عشر ساعات ثلاث حقائب وسبع نظارات ما احتمال أن يخ يعني عندنا كم جائزة هنا هذه عشر عشرين ثلاثين جائزة كلها جائزة فالاحتمالة بجمعها الاحتمالات هذه بطاقات السفر عندك أربعة من أصل ثلاثين الكتب عندك ستة من أصل ثلاثين والساعات عندك عشرة من أصل ثلاثين وبالتالي حيكون ناتج عشرين من أصل ثلاثين وهي اثنين على ثلاثة أو ستة وستين فاصل ستة في المية نختم بهذا السؤال يبين التضليل بالأعمدة في الشكل عدد الأيام الممطرة X في مدينة ما ما احتمال أن يكون عدد الأيام الممطرة أربع أيام أو ثلاث أيام يعني احنا ما عندنا المطر ينزل يعني يا أربع أيام يا ثلاث أيام فبالتالي حنجمع اللي هو الاحتمال هذا والاحتمال هذا فالاحتمال للثلاث أيام هو عبارة عن صفر فاصل ثنين أو عشرين في المية والاحتمال للأربع أيام هو صفر فاصل ثلاثة فيصير المجموع كم صفر فاصل خمسة وبالتالي يكون الجواب الصحيح هو B وبذلك أيها الأخوة الكرام والأخوات نكون وصلنا إلى نهاية المطاف في درسنا لهذا اليوم نتوقف عند نهاية المثال الثاني وموعودين بذن الله بدرس ممتع إن شاء الله في خمسة أمثلة في اللقاءات القادمة من هنا إلى ذلك وحين نلقاكم وأنتم بخير صحة وسلام بدونتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته